أبو عمد الحسابات الوهمية لها أسبابها أسباب ظهور ولها حل شنو السبب اللي خلى الحسابات الوهمية تظهر هذا ارتباط بالسؤال اللي قبل تقييد الحريات والقوانين المقيدة للحريات أظهرت الحسابات الوهمية شنو اللي خلىها تنتشر وتنتعش عدم الشفافية من قبل الجهات الرسمية ومن قبل الحكومة لما ننطر معلومة من الحكومة وما نحصلها اييك حساب وهمي ويعطيك المعلومة وللأسف تطلع صح في ظل غياب المعلومة نعم في ظل غياب المعلومة لا تلوم الناس دي جساء على وثل لما توثق بالحساب الوهمي والتابعه ماشي يصيب مرتين ويغلط أربع مرات ويدندن على اللي يصيب فيه لكن بالنهاية الناس قاعدة تأخذ المعلومة من الحساب الوهمي والثقة قاعدة تزيد بالحساب الوهمي لأنه قاعدة يعطي معلومة يعني المصدر الرئيسي ما قاعدة يعطيها هذا صحيح ما أعطيك يا المصدر أو الجهة الرسمية صحيح ودائما في غياب المعلومات تكثر الإشاعات ويكون الكلام فيها طبعا حط بالاعتبار أن هناك شخصيات سياسية وهناك حسبها على التجار وغيره وغيره يدير ويدعم ماديا حسابات وهمية ويضرب في نفس الوقت حسابات أخرى هي أصلا تهاجمة ويعني تشير عليه بأنه هو فاسد صحيح ما رح تقدر أصلا في ظل الفضاء المفتوح أنك تسيطر على هذه الحسابات الوهمية الحل هو قلنا مرة ثانية بإلغاء هذه القوانين المقيدة للحريات أو تعديلها والحل الثاني بشفافية الجهات الرسمية والمعلومة لازم تكون متوفرة للناس بذلك ساعة أحد رح يحط بال أو يركز على الحسابات الوهمية علما بأن في كثير من الحسابات الوهمية وهذا حسب لهم للأسف وخلنا الناس تثق فيهم أكثر وفضحوا كثير من قضايا الفساد كثير من قضايا الفساد يعني أتكلم مثلا عن فساد المطار أتكلم عن صالحي أتكلم عن واحد قضايا حتى الأسماء مالة العفو في بعضهم حط أسامي العفو اللي ما شفناها من الجهات الرسمية فيجب قلنا مرة ثاني الحل هو بشفافية ومزيد من الكثير